اشتركوا في القناة طبعا الفيديو اللي فات اخدنا مراجعة الكلمات والتعبيرات وشرحنا جميع الكلمات وجميع التعبيرات وازاي بتيجي في السؤال النهاردة ان شاء الله هنطبق فعلي اسئلة من اسئلة الامتحانات طبعا هناخد النهاردة جميع الافكار تابعنا ان شاء الله وخلي معاك ورقة وقلم علشان الكلمة الصعبة بالنسبة لك تكتبها وتحفظها يلا بينا نبدأ طبعا احنا عارفين الامتحان بيكون فيه نقطة choose اختار two answers اجابتين طبعا انا في الامتحان لو جاب لي خمس اختيارات لازم اختار اجابتين يعني a b c d e اول ملائف الامتحان خمس اختيارات لازم اختار two answers اجابتين وخلي بالك لان انت لو حلت واحدة بس هتاخد نص الدرجة مش هتاخد الدرجة كاملة يلا بينا نبدأ ونشوف my friend is plumb صديقي plumb ممتلئ الجسم احنا اخدنا في الكلمات plumb ممتلئ الجسم لكن in a nice way بشكل لطيف كلمة plumb here هنا is synonym هي مراضف يعني نفس المعنى يعني انا عايز كلمات تدي نفس المعنى بتاع plumb يبقى انا لازم احفظ كلمة synonym يعني مراضف يعني نفس المعنى تمام؟ ضعي هنا sin obese slim fat sick طبعا ممتاز طبعا plumb ممتلئ sin نحيف يبقى غلط obese يعني ممتلئ يبقى انا هاحفظ كلمة obese يعني ممتلئ slim نحيف fat ممتلئ او تخين او سمين يبقى الاجابة هتبقى obese و fat يبقى كلمة plumb هي نفس المعنى بتاع obese ممتلئ الجسم fat يعني سمين او ممتلئ الجسم number two unfortunately لسوق الحظ some orphans احنا اخذنا كلمة orphan يعني يتيم have no host families ليس لديهم عائلات مضيفة لكي تعتني بهم care for look for look after take care look up طبعا احنا اخذنا care for يهتم بي طبعا we take care طبعا يحترس لكن اخذنا look after يعتني بي يبقى الاجابة هتبقى care for يهتم بي و look after يعتني بي يبقى لسوق الحظ الايتام ليس لديهم عائلات مضيفة لكي تهتم بهم او تعتني بهم number three the galagops islands جزر galagops in اكوادور في دولة الاكوادور are famous for مشهورين be their unique animals حيواناتهم الفريدة طبعا احنا اخذنا كلمة unique فريد او ليس له مثيل طبعا انا عايز هنا antinim العكس طيب عكس كلمة فريد اللي common شائع او منتشر يبقى اول كلمة هتبقى common يعني شائع او منتشر small صغير normal معتاد يعني الحاجة لما تكون معتادة ما بتكونش فريدة يبقى normal معتاد يبقى الاجابة هتبقى common شائع ونورمال معتاد يبقى الاجابة هتبقى a و c number four i dislike انا لا احب living العيش في busy streets الشوارع المزدحمة احنا اخذنا كلمة busy مشغول لكن لو جات مع الشارع تأتي بمعنى مزدحم busy here كلمة busy هنا is similar in meaning مشابهة في المعنى لكلمة narrow crowded quiet big noisy طبعا احنا اخذنا crowded يعني مزدحم وقلنا الفيديو اللي فات i didn't find a place on the beach لم اجد مكان على الشاطئ لان هو كان crowded مزدحم يبقى هتساو busy طبعا we noisy صاخب طبعا الشارع لما يكون صاخب بيكون مليان عربيات يبقى شارع مزدحم number five we should avoid يجب ان نتجنب احنا اخذنا avoid بيأتي وراها الفعل في ing كلمة harm ضرر harm ضرر احنا اخذنا do harm او cause harm do damage او cause damage طب هنا جاب لي making preventing stopping doing احنا قلنا do harm او cause harm يبقى causing يبقى doing harm وcausing harm طب افرد جاب لي damage هاخد doing وcausing السؤال اللي بعده the place the place هذا المكان is very terrible فضيع وحنا قلنا في الانجليش فضيع يعني وحش هنا كلمة terrible هي anthonym مضاد لكلمة ايه bad سيء ولا terrific رائع طبعا terrific رائع awful فضيع huge ضخم wonderful رائع طبعا الحاجة لما تكون فضيع يعني وحشة عكسان الحاجة دي رائعة او جميلة السؤال اللي بعده your hands ايديك are dirty متسخة they are نقط and نقط طيب معنى اليدين متسخة معنى كده ان هي unclean غير نظيفة احنا اخدنا clean نظيف unclean غير نظيف sterile contaminated طبعا احنا اخدنا contaminated كلمة مهمة جدا وجد في اكتر من امتحان معنى متسخ contaminated 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 هتسوي كلمة dirty السؤال اللي بعده check your internet connection افحص اتصالك بالانترنت connection is the opposite هي عكس كلمة ايه contact اتصال طبعا هي عكس انا عايز opposite احنا اخدنا connection اتصال هل عكسها اتصال ولا disconnection عدم ارتباط او عدم اتصال طبعا دي الاجابة الصح ولا touch تواصل لما اقول keep in touch خليك على اتصال ولا separation انفصال طبعا كلمة اتصال عكسها disconnection عدم اتصال او separation انفصال سؤال بعده we should all يجب علينا جميعا face ان نواجه global problems المشاكل العالمية احنا اخدنا كلمة global عالمي طيب كلمة face يواجه هي synonym مرادف يعني نفس المعنى inactive غير نشيط impossible مستحيل incorrect غير صحيح ولا confront يعني يواجه طبعا كلمة face يواجه وكلمة confront يواجه و endure او endure طبعا برضو معناها يواجه السؤال اللي بعده i don't like انا لا احب this jacket هذا jacket at all على الاطلاق لانه very awful فضيع طبعا ولا fantastic رائع ولا terrible فضيع ولا suitable مناسب ولا بورد يشعر بالملل طبعا انا مش حابب هذا jacket لانه awful فضيع او terrible فضيع احنا اقول في الانجليزي فضيع يعني وحش السؤال لبعده i need some time انا محتاج بعض الوقت after such tiring work بعد هذا العمل الشاق طبعا واحد كان شغال شغل شاق محتاج انه prepare يجهز escape يهرب ولا relax يرتاح طبعا relax يسترخي او يرتاح strive rest يرتاح طبعا بعد التعب بنحتاج ان احنا relax يرتاح وrest يأخذ راحة او يرتاح السؤال لبعده it isn't too late لم يفوت الاوان بعد تستطيع ان تبدأ الان والكلام ده ليكم برضو يعني لسه قدامك وقت ان انت تزاكر طيب تستطيع ان انت begin تبدأ الان ولا stop تتوقف الان ولا do now ولا start now تبدأ الان طبعا لم يفوت الاوان بعد تستطيع انك انت begin تبدأ وstart تبدأ now الان متقولش بكرة زاكر النهاردة ان شاء الله سؤال لبعده i don't trust انا لا اسق في this tricky man هذا الرجل المخادع طيب اخدنا trick الحصة اللي فاتت او الفيديو اللي فات يعني يخدع او خدعة طب tricky مخادع معنى كده ان انا الشخص ده اوه ادين له ولا doubt اشك فيه طبعا داوت يشك believe يصدق ولا disbelief لا يصدق طب طالما هو رجل مخادع اي disbelief لا اصق فيه ولا respect بحترمه طبعا الاجابة هتبقى doubt يشك او disbelief لا يصدق فيه سؤال بعده we should do our best يجب ان نبذل ما في وسعنا to لكي the environment البيئة prepare ولا obtain ولا protect نحمي البيئة طبعا protect يحمي correct يصحح البيئة ولا keep يحافظ على البيئة طبعا الاجابة هتبقى keep السؤال اللي بعده everyone كل شخص knows يعرف this actor هذا الممثل طالما كل الناس تعرف هذا الممثل وخلي بالي انه every جاي بعدها الفعل مفرد وعشان كده ضفناله s طيب معنى كده انه هو معروف يبقى will known معروف unavailable غير متاح unknown غير معروف ولا famous مشهور طبعا الاجابة هتبقى famous السؤال اللي بعده he felt لقد شعر انه depressed محبط and miserable وبائس طبعا عايز كلمة تساوي miserable يعني بائس هل هو rich غني ولا ساد حزين طبعا ساد حزين هل هو غر قلق ولا unhappy غير سعيد طبعا الشخص البائس بيكون unhappy غير سعيد طبعا والاخيرة جلاد يعني سعيد السؤال البعض my friend صديقي هو شجاع بدرجة كافية انه ما يخافش من اي حيوان طبعا احنا اخذنا كلمة brave يعني شجاع afraid خائف bold شجاع bold شجاع generous كريم weak ضعيف طبعا 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 صديقي شجاع يبقى brave يعني شجاع و bold يعني شجاع السؤال البعض i hate i hate انا اكره watching مشاهدة indian movies الافلام الهندية i don't zim sink طبعا love يحب love يعني ايه يحب طبعا refuse يرفض adore يعني يعجب بي يبقى الاجابة هتبقى انا لا احب الافلام الهندية يبقى love we adore السؤال اللي بعده i need انا احتاج بعض النصائح ضي احنا قلنا كلمة advice اسم لا يعد يبقى هتاخد a piece of او some طبعا ما استنم منفعش of you اللي عايز عدد وميني عايز عدد والوت ما تنفعش بدون of السؤال اللي بعده what are ما هي of online shopping التسوق على الانترنت reasons اسباب merits مزايا drawbacks عيوب طبعا ما هي عيوب التسوق online ولا prices الاسعار ولا the merits العيوب طبعا the merits احنا خدنا drawback يعني عيوب وd merit يعني عيوب السؤال البعض a good teacher المعلم الجيد يجب ان يكون patient صبور طبعا عكس صبور antonym inactive غير نشيط impossible مستحيل incorrect غير صحيح intolerant غير متسامح طبعا intolerant impatient غير صبور impatient طيب pollution التلوث له تأثير على البيئة احنا اخدنا effect يعني تأثير واخدنا impact يعني تأثير السؤال البعض it isn't to drive a car انك تسوء عربية without بدون holding a license انك يكون معاك رخصة legal قانوني طبعا it is not legal هل ليس قانوني ولا strong قوي ولا lawful قانوني ولا suitable مناسب انه ليس مناسب انك تسوء عربية بدون رخصة او it isn't legal sorry طبعا الاجابة هتبقى هنا في نفي طالما في نفي ب it isn't legal انه غير قانوني يعني معناها illegal و it isn't lawful انه غير قانوني طبعا انك سوء عربية بدون رخصة طبعا دا ليس legal قانوني وليس lawful قانوني السؤال اللي بعده لانه هنا المفروض ان انا اتبع قانون المرور ان انا يكون معايا license يعني رخصة السؤال اللي بعده we don't have ليس لدينا الكثير من الخبز طبعا enough ما عندناش كفاية وما عندناش much ولا sufficient يعني كافي طبعا ليس لدينا enough bread خبز كفاية او sufficient يعني كافي السؤال اللي بعده the tool هذه الاداة isn't safe ليست امنة عايز كلمة opposite عكس safe طبعا هتبقى unsafe غير امن insecure غير امن احنا اخدنا secure امن insecure او unsafe غير امن the game اللعبة كانت horrible فضيعة معنى كده ان هي كانت awful فضيعة او terrible فضيعة السؤال اللي بعده بيقول لي this is an room حجرة you need to clean it انت محتاج تنظفها طب معنى ان انا محتاج انظف الحجرة معنى كده ان هي ugly قبيحة ولا terrific رائعة ولا terrible فضيعة طب احنا اخدنا terrible فضيعة و ugly قبيح السؤال البعض children الاطفال don't like لا يحبوا animals حيوانات quiet animals الحيوانات الهادية ولا scary animals الحيوانات المخيفة ولا small animals الحيوانات الصغيرة ولا frightening animals الحيوانات المخيفة طبعا احنا اخدنا scary يعني مخيف و frightening مخيف يبقى scary animals حيوانات حيوانات مخيفة frightening animals حيوانات مخيفة سؤال بعده it's that he will travel انه سوف يسافر to london الى london tomorrow غدا surely likely طبعا likely من المحتمل انه من المحتمل ان يسافر يبقى likely impossible مستحيل ولا probable من المحتمل طبعا probable يبقى انه من المحتمل ان يسافر الى london غدا السؤال البعض i travel to aswan اسافر الى aswan during اثناء the mid year holiday الاجازة اجازة نصف العام طبعا i intend to انا انوي ان ولا want ولا plan to اخطط ان طبعا plan to يخطط يبقى intend ينوي و plan يخطط والاثنين بياخدوا to زائد المصدر السؤال البعض this dictionary هذا القاموس both كل من british and american spilling الهجاء الامريكي والبريطاني exclude contain طبعا خدنا consist of يتكون من و include يشتمل على طبعا مكوناته اللي هو spilling الامريكي والبرطاني يبقى include السؤال اللي بعده the new teaching methods نرق التدريس الجديدة children الاطفال to think ان هما يفكروا for themselves طبعا inspire لسه ايلينا الفيديو اللي فات قلنا يلهم و encourage يشجع نفس المعنى يبقى انا هاحفظ كلمة inspire يلهم و encourage يشجع السؤال البعض I wish احنا اخذنا في الوحدة الخمسة انو wish بتاخد توزة دو المصدر لو مفيش فاعل طيب لو فيه فاعل اللي هاخد could buy ما بليه خدنا could اللي مستقبل هو بيتمنى ان هو يقدر يشتري هذا الموبايل يبقى الاجابة هتبقى could طب ليه خدنا could عشان فيه فاعل طب لو ما فيش فاعل توزائد المصدر روبرت لويس ستيفنسون اللي اخذناه في الوحدة السادة كان bad سيء ولا كان famous مشهور بسبب رواياته ولا كان poor فقير ولا كان will known معروف بسبب رواياته طبعا الاجابة هتبقى famous مشهور will known معروف السؤال البعض would you like to هل تحب انك the faculty of arts كلية الفنون او كلية الاداب او كلية التربية هل graduate يتخرج ولا leave يغادر ولا enter يلتحق بي ولا study يدرس ولا enter يدخل طبعا هتبقى join و enter واحد يقول لي ليه ما خدش study هقول له عشان ما فيش حرف ايه gar احنا خدنا join club ينضم للنادي طب join as a faculty يلتحق بالكلية السؤال بعده she threatened احنا خدنا threatened في الوحدة الخمسة بتاخد to زائد المصدر طب لو فيه فاعل جال لي would زائد المصدر طيب واحد يسألني يقول ليه خدنا ود يا مستر هقول له threatened في الماضي يبقى ويلها تتحول لمين would السؤال بعده sadly للأسف my grandfather طبعا died مات او توفي ولا طبعا pass away برضو معناها مات يعني لما اقول مثلا he passed away معناها توفي او مات السؤال اللي بعده ديكنز نوفيلز روايات تشارلز ديكنز كانت popular مشهورة طبعا كلمة popular هي the opposite in meaning عكس ايه disliked يعني غير محبوبة ولا لفظ محبوبة ولا different مختلفة ولا unpopular غير محبوب طبعا الاجابة عكس popular disliked and unpopular السؤال اللي بعده luckily لحسن الحظ we the train station وصلنا محطة القطار in time went طبعا عايزة to arrive عايزة in او at get بتاخد to يبقى get to يصل الى reach ما بتاخدش حرف gar يبقى reach السؤال اللي بعده he will start سوف يبدأ the report التقرير as soon as بمجرد ما ينهي او يصل الى المكتب احنا خدنا start بتاخد to زائد المصدر unit 5 الوحدة الخامسة قلنا start ينفع تاخد to زائد المصدر وينفع تاخد الفعل في ال i in g وركزنا عليها قلنا start to زائد المصدر او الفعل مضاف له i in g سؤال بعده زا synonym نفس المعنى بتاع كلمة giant عملاق هل tiny صغير ولا هيوش ضخم طبعا هيوش ضخم ولا small صغير ولا جايجنتك عملاق طبعا جايجنتك يعني عملاق سؤال بعده he has the desire كان عنده رغبة انه يساعد other people الناس الاخرين طب كلمة desire عايز synonym نفس المعنى link رابط ولا ويش رغبة طبعا ويش رغبة ولا ديت دين ولا دونر متبرع ولا هوب أمل طبعا هوب أمل الرغبة هي الأمل طبعا السؤال بعده i hope اتمنى to london إلى لندن during the summer holiday احنا خدنا hope لو في فاعل يبقى ويل زائد المصدر ودي مهمة جدا لو ما فيش فاعل يبقى تو زائد المصدر يبقى خلي بالي hope لو في فاعل ويل زائد المصدر طب لو ما فيش فاعل تو زائد المصدر السؤال بعده success in life النجاح في الحياة يعتمد على العمل الجاد يبقى is based on يرتكز على او يعتمد على و depends on يعتمد على السؤال بعده we all احنا كلنا admire معجبين ببروفيسور مجدي يعقوب كلمة admire قلنا قبل كده praise يعني يمدح we appreciate يقدر السؤال بعده السؤال ده كده كده مرة في الامتحان mom was over the moon طبعا احنا اخدنا over the moon يعني سعيد جدا معناها انه هو very happy سعيد جدا او glad سعيد مبسوط السؤال السؤال بعده we observed احنا لاحظنا الحيونات البرية وبعد كده اخدنا ملاحظات turned talked طبعا اخدنا made notes يعني ياخذ ملاحظات و took notes يعني ياخذ ملاحظات السؤال بعده كلمة desire رغبة هي نفس المعنى بتاع won't يريد wish يأمل طيب كلمة advantage ميزة هي مشابهة في المعنى لكلمة brus يعني مزايا و merits يعني مزايا سؤال بعده my father والدي to school الى المدرسة عندما كان صغير يبقى الكلام في الماضي يبقى always walked عادة في الماضي و used to walk برضو عادة فين في الماضي ربعا هقول in my opinion في رأيي انه التلوث واحد من اخطر المشاكل التي نواجهها حاليا و as far as I am concerned بقدر ما انا مهتم فانا شايف انه التلوث هو واحد من اخطر القضايا التي تواجهنا هخلي بالي من as far as I am concerned as far as I am concerned جات مرتين في الامتحان قبل كده لو عجبكم الفيديو سيبونا لايك و تعليق ان احنا نكمل لكم باقي الاسئلة طبعا فيه اسئلة كتير لو عجبكم الفيديو سيبونا لايك و تعليق ان احنا نكمل ان شاء الله وبالتوفيق ولو حد عنده اي استفسار يسيبونا في التعليقات وبالتوفيق ان شاء الله و كان معاكم مسترحمة حازم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة